والحديث عن جسر جابر يعني وهو خصوصا في البيئة البحرية البعض قال هناك قد يسبب تلوث البحر البعض الآخر قال لأنه مشروع وتم استطاعة المعالجة كيف تنظر الهيئة العامة للبيئة لمثل هذا المشروع مشروع جسر جابر مر علينا بالهيئة العامة للبيئة وخذ موافقة حاليا نحن نستمر في دراسة الأمور المتعلقة في جسر جابر صبات اللي قاعد تنزل في وسط البحر التيارات المائية كلها يتم دراستها حاليا في عمليات رصد لها رصد تام في جميع مراحل المشروع يعني احنا نرصد ومن ثم إذا لقينا في خلل معين نخاطب الجهة المسؤولة على وهي وزارة الأشغال لتحسين هذا الخلل أو لترتيبه بنفس الوقت الحين قاعد نلزمهم في أن يقوموا في إجراءات ثانية لتعويض البيئة يعني إذا أنت لوثت في مقدار معين تتويل لي مشروع ثاني يؤهل البيئة في المكان ثاني الميزان واجب في الشأن البيئي لا مثل هذه المشاريع بمحمد يعني أنتم ما تطالبون الدولة إذا في مشاريع قد تدخل في العملية البيئية وفي البيئة أنكم تشرطون على صاحب هذه المشروع أنه يعمل يعني أمور لإصلاح أي خلل يحدث في هذا المشروع للبيئة صحيح هذا عندنا بالهيئة قسم خاص اسمه قسم المشاريع التنموية شغل الشاغل بس مشاريع الدولة التنموية يدرسون المشروع ومن ثم إذا وافقوا عليه يتم المشروع وبعدين في مراقبة المشروع ومتابعة كل جهة الدولة لازم تعطينا مثل ما قلنا في بداية البرنامج دراسة مردود بيئي شنو أهم المشاريع لغير جسر جابر قاعد تتابعونها الآن بوبيان مثلا مشروع مينة مشروع مينة بوبيان المشروع المشاريع الموجودة بالجنوب اللي هي لولوات الخيران وهذه أهم قاعد نتابعها كل المشاريع لازم تكنها ويأتخذ فيها موافقة من هيئة العمل للبيئة إذا توائمت بيئية